أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شرك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا فقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة ومحى الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا ظالم أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع اتصالات إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات مرحبا السلام عليكم سيد الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حوالكم؟ أعبد الإله من أضرار سيد الشيخ مرحبا بعبد الإله ومرحبا بأهلنا وأحبابنا من ديار التواتية بأضرار مرحبا أعوالكم سيد الشيخ الحمد لله وأنتم بخير الحمد لله يتفضل نعم كان عاد سدي في بعض الولايات الولايات المدية مثلا والعاصم أو غيرها عندما يلحقوا قراءة القرآن من صورة الضحى إلى صورة الناس يعني القراءة الحزب الراتب يكبروا عن ختم كل صورة يعني من صورة الضحى إلى الناس نعم صح صح نعم وهذا العادة ما في شيء فقط حتى على العاصمة نحن في مسجد سافير وجامع الجديد وجامع الكبير وكذلك المسجد كانوا أنه لما يلحقوا الضحى يجيبوا التكبير عقب كل صورة عقب كل صورة سيد الشيخ إلى صورة نعم تسأل عن هذا عن حكم هذا هل هو مشروع يعني؟ هل هو مشروع؟ إن شاء الله أخونا عبدالإله ستسمع الإجابة إن شاء الله بارك الله فيك الأخ الفاضل عبدالإله من وليد أضرار وتحية طيبة لأهلنا وأحبابنا بالديارة تواتية بأضرار يسأل عن حكم التكبير عند ختم صورة الضحى إلى الناس كما تعرفوا أنه جرات العادة في بعض الولايات كما نقل هو في المدية مثلا وفي العاصمة وحتى كثير من في ورقلا كثير أنهم لما يلحقوا الضحى يقربوا الضحى بعدها يقولوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألا منشرح لك صدرك يقول ما حكم هذا يقولوا الخنة عبدالإله التكبير من الضحى إلى الناس وارد عن قارئ من كبار القراء السبعة المعروفين كما تعرفوا القراء السبعة منهم نافع منهم عبدالله بن كثير نافع المدني منهم عبدالله بن كثير المكي عبدالله بن كثير المكي وانتبهوا بن كثير هذا ما هو هذا المفسر هذا من قرن الثامن هذا من قرن الثاني واضح هذا قارئ من القراء ابن كثير يروي عنه راويان البزي وقنبل كما نافع يروي عنه ورش وقالون أعروف ورش عن نافع قالون عن نافع عندنا البزي عن ابن كثير وعندنا القنبل عن ابن كثير عن عبدالله بن كثير وإن كان هم يرويان عن ابن كثير بسند يعني ليس مباشرة كما ورش يروي عن نافع بسند بوسطة أما قالون هو أخذ مباشرة عن نافع مباشرة عن نافع ابن كثير ورد بالطريق المتواتر انتبهوا هذه قراءة متواترة سبعية هذه قراءات السبع تعرفوا الإمام الشاطبي في حرز الأماني ذكر القراءة السبعة ودار ألفية تعه المعروفة بالشاطبية ذكر فيها القراءة السبعة وأوجه القراءات وكيف يقرأون وما حكم الصيلة عندهم والمدود وإدغام الكبير المسائل معروفة عند علماء الأداء علماء التجويد البزي يروي عن بني كثير أنه بعدما يلحق الضحى يقول الله أكبر الآن وعلاش التكبير كان وارد في الضحى بصرطة الضحى كما تعرفوا باللي الضحى سب نزولها أن الوحي فطر كل مفسرين ذكروا من أسباب نزول صورة الضحى قالوا بأن الوحي فطر وشو عن فطر الوحي؟ معنى انقطع الوحي كان يقولوا 15 يوم وكان يقالوا حتى شهر انقطع الوحي شهر والنبي صلى الله عليه وسلم ضاقت به الدنيا وحزن حزنا شديدا حزن واحد الحزن كبير حزن حزن كبير حزن كبير أو شكأن يهلك صلى الله عليه وسلم ثم جهل الوحي جهل الوحي سيدنا جبريل واش قرأ عليه؟ قرأ عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والضحى ربي عز وجل يقسم بالضحى والوحي قسم والليل يقسم بالإذا سجى ما ودعك أي يا محمد ما ودعتك ما ودعك ربك وما قال قال يعني أبعدك واضح هنا لذلك حتى البز يعاني بني كثير كان يقول لأنه تعرفوا بالضحى رأي بين صورتين في المصحف بين صورة الليل وبين صورة ألم نشعلك صدرك في رواية بني كثير كان يقالوا التكبير يكون بعد الليل بعدما تقرأ لي تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولا تقول الله أكبر ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وتقول الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد وبسم الله الرحمن الرحيم والضحى واضح الصورة لماذا؟ لأن قالوا التكبير هل يباعتبار تكبير رسول الله أو باعتبار قراءة جبريل لأنه لما قرأ جبريل قرأت ضحى ثم النبي يكبر لقالوا إحنا خذينا القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكبير يكون قعاقب التكبير يكون بعد قراءة جبريل كانوا قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم قرأ الصورة التي لقنها إياه سيدنا جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام والنبه بأن هذه القراءة متواترة قم بل رواه عنه التكبير البزي رواه بخلفين يعني بشع بخلفين فيها روايتين فيها البسمة لا فيها التكبير وفيها رواية ما فيها التكبير إحنا جاءت العادة عندنا حتى مشايخنا كثير من المرات قلنا مع مشايخنا حزب الراتب لأننا نوسط الضحى والضحى لما تكمل الصورة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كان يزيد الله أكبر ولا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم لا حرز في ذلك لأنها قراءة متواترة بلغت بحد التواتر فيجوز أن تقرأ التكبير ويخطئ بعض طلبة العلم لنقص المسألة من ناحية الحديثية هذا قراءة متواترة تلقية عن العلماء كابرة عن كابرة طبقة عن طبقة حتى علماء الحديث يقولوا إذا ورد الخبر متواترا لا ينظروا إلى سنده لا ينظروا إلى سندهم والعبد الضعيف أنا أخذت حديث مسلسل عن مشايخنا عن الشيخ أبيل الفيض ياسين الفاداني يسمى بالمسلسل بالتكبير عند الضحى إلى الناس من الضحى إلى الناس يقول لأخونا عبد الإله نعم لا حرجة لو أخذت بقراءة من كثير ولا حتى لو كنت قرأ ورش عن نافع توصل جيب هذا الوجه بالتكبير لا حرجة لأنه ورد بقراءة متواترة سبعية ذكرها الإمام الشاطبي الشاطبي المسمى سمت بحرزي الأماني السؤال الثاني هنا سيد أحمد يقول شيخنا مات أبي وترك زوجة وثلاث أبناء وبنت يقول نطلب منكم التوريث في هذه المسألة كيف يكون التوريث في هذه المسألة في البداية أن ترحموا على باباهم يقولوا نساء الله تبارك وتعالى أن ينزل على قبر أبيك شائع إبا رحمته وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل قبره روضة ميراية الجنة يقول واش ترك زوجة وترك أبناء تلت أبناء وبنت الزوجة لوجود الفرع الوارث تخذ الثمن لأنه يطعف الزوجة إما عندها ربع إذا كان الزوج لا عنده أولاد هي تخذ الربع إذا عنده أولاد تحجب نقصان من الربع إلى الثمن يقول الله تعالى وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ طُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن إذن الزوجة نعطي لها الثمن الآن الباقي يخذوه الأولاد البنات والأبناء للذكاري مثل حظ الأنثيين أصل المسألة من ثمانية ثمانية يعني ثمانية نقسموها على ثمانية واحد إذن تأخذ الزوجة سهم من ثمانية التالي كان قسموها على ثمانية أسهم السهم تأخذ الزوجة الباقي يتقسموها الأولاد والبنات للذكاري مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكاري مثل حظ الأنثيين شعال يبقاوك نحو ثمانية نحو واحد بقاو سبعة سبعة رهيم معتدلة لأنه وعلاش لأنه الآن ستة ثلاثة نحسبوهم ستة والبنت سبعة خلاص كل ولد يديه سهمين من ثمانية والطفء البنت تأخذ سهم من ثمانية هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله نسأل السداد والرشاد الخير البلاد والعباد والله نسأل جعل بلدنا آمنا وسائل بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك